اوكي بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالكم يا شباب ارجعت لكم بمقطع عن لعبة Conan Exiles في الله خلينا نبدأ طيب زي ما شايفين التغيرات اللي صارت بالبيت تغيرات جذرية يعني بعض التغيرات صارت انا حاليا مع بيت هاي المساحة كله ولا حطت جدران ولا شيء بس حطت مكنة هون رح فرشيكم عليها بعدين طيب خلينا نمشي و ندخل داخل البيت تغير اللي صار اني حطيت 5 large chest يعني من الصناديق الكبيرة حاط هون فين بعض الموارد اللي جمعتها خلف الكواليس طيب جمعت انا بعض الموارد هون اوكي زي ما شايفين ستون و ما ستون هادالشستات كانوا قبل هون هادالفرن ما كانوا بعض موجود زي ما كان من قبل طيب الاشياء الجديدة اللي ساويتها حاليا هن ازا بتشوفوا ساويتوا الدروع هدول هدول الدروع كيف بتكون تساووهن مشان تساوي هاد الدرع لازم تساوي من هاد بالاول لازمك لذر ولازمك تساوي اللذر بتجي لهون بتحط 2 hide و معك يكون بارك بتضغط اون بيعملك لذر انا ما معي اكتر من واحد هاد يعني لازم 2 hide لحتى تقدر تساوي اللذر وخلص بس بتجي لهون وبتضغط على هاي على هاد الهلمت يعني على هاد الراس الخوذة بعدين تضغط كرافت بيعملك اياه مشان تعمل كرافتنج لهاد الهلمت اللي اقوى من هاداك ما عليك الا انك تجيب 15 iron bar و 7 leather و خلصية ميليك يعني عملت هاد حاليا و نفس الحركة عشان تعمل هاد اللي هو هاد لازمك هذا الدرع يعني وخلص بتعملون طبا حاليا حاخدهن عشان اقدر درعهم يعني طيب رس توتشين هادول الدروع اللي نحنا لابسينهم حاليا هاد الدروع الأديمة طبعا بنشرهم كلهم عشان يشوف شخصيتنا الرائعة بسبب تلبس حاليا والله حلو 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 طيب ما اسمه اوكي شو بعدلنا القفازات قفازات طيب انا متأكد معي قفازات هنا القفازات طيب 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 شكلنا ما عملنا قفازات خلينا نشوف كيف نعمل كرافتنج للقفازات من هون طبعا القفازات طبعا لازم نعمل طبعا هذا هو القفاز لازم نعمل طيب خلينا نعمل كيف فينا نعمل الكرافتنج للدرو طيب عملنا هذا القفاز لازم اعمل هذا هذا لازم يكون معمول من هذا تمام انا بدي اعمل هاد القفاز عشان يلائم مع هاد طبعا هذا اسمه هويك لازمنا خلينا ندور بالصندق طبعا اذا معنا او اذا معنا هايد كله نفس يعني بدنا توين كمان اه 밝leo بينما حلوهmn حاليا أبدا حاليا حاليا العزم لادى نقrän حاليا يкую لادر حاليا نقاب نقاب ن headline نسلواع ننزل بالمصعد احسن نضغط هون خلي نزل المصعد اذا شايفين المنظر الرائع من فوق هاي القبيلة رح اهجم عليها قريبا عشان لازم اخذ منها واحد يعني يحمل اثر تبعي وهيك طيب هون تحت انا ما عملت اي تغير بسيط يعني بعد هذا البناء الصغير اللي عمله تحت نفسه طيب خلينا نشرب ماء لانو الحرارة عالية جدا طيب خلينا ننزل نشوف شو في هون حوالينا طيب اليوم نحن رح نروح على منطقات الخضار اللي موجود هون طيب رح نتعرض لوحوش كتير عشان هيك انا ساويته دروع وعشان ما نضيع هاي الحلقة على انو نساوي دروع وهيك فساويته دروع من قبل وخلص ما عد في شي لحتى نروح منزور هاي المكان اللي هون واذا متنا عادي واذا يعني وهلا لازم كمان نعمل اذا ما خب ظني لازم نعمل هاد ضروري عشان يعملها رسباون يعني لانو اذا متنا ما رح يرجعني عالبيت رح يرسبني بالمكان البداي اللي بدأنا في اللعبة فضروري نعمل منه طيب كان في واحد ثاني سواني بس كان في واحد ثاني بيعملكم طيب خلينا شوفوا خلينا ارفع الفيتاليتي طيب كان في واحد رسباون ثاني انا متأكد كان شكل هاي زي النمري هداك بطول اكتر يمكن ولا هيك شي ما بعرف صراحة خلينا ندور عليه وينو هاد هو يمكن لا هدا الهايد ما بعرف شو هاد طيب كان هيك شكله النمري ما بعرف يمكن لازم ينعمل بقلب ماشين صراحة مش عارف ابدا اذا كان موجود هون ولا لا طيب مش موجود مش موجود هون مش موجود لا اوه هدا الهلمت كتر حلو طيب ما في تبع الرسبان مش موجود هون طيب خلينا نشوف بعدين كيف نعمل له الرسبان يا اما يكون موجود معي وانا ماني شايفه يعني هو شكله زي الشكل هيك مثل السجادة النمرية على الشكل النمري طيب خلينا ندور عليه مع عقوله ما معنية ما معنية لا 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 ما معنية طيب خلاص ما معنية كيف يعملو له صراحة كرافتينج راح نشوف بعدين حاليا مش وقته هلا طيب خلينا ننزل نحن نزلنا هون زي ما شايفين هاد البرج بسيط يعني ما فيه اي تغير جديد نفسه متل ما هو طيب سكر الباب وخلينا نروح نصطاد بعض الحيوانات عشان ناخد الهايد تبعا نطلع السيف تبعنا طبعا السيف تبعا راح يتدمر زي شايفين تحت اراب يتدمر يعني اوكي في واحد هونيك بس لازم نحن نحن وحوش يعني ما لازمنا ناس لانه الناس ما بيعطوك الهايد فلازم ناخد الهايد من الوحوش طيب مثل هاد مثلا بيعطي هيد كتير تعال 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 اووه نكسر شايفين التلك يقرر راحي نكسر طيب انا ما معي ستون لازمني ستون لحتى اعمل كرافتينج لهاد طيب خلاص اوكي عملنا كرافتينج طيب خلينا ناخد الهايد تبع اوعا اعطاني كتير هيد حلو كتير جبنا الهايت خلص خلينا نطلع هلا لفوق بالمصعد تبعنا طيب ما لازمني اي شي من هو تاني حاليا لانو نحنا بس نعمل القفاس طبعا ازا بتشوفوا شكل الشخصية صار احلى من قبل ازا بيكون مع القفاس بيكون احلى و احلى طيب خلينا نكمل ونروح طيب يا مصعد يلا خلينا نطلع لفوق طلعنا مشكلة المصعد بطيئ شوي فمبعض رزا فيه طريقة بيخلينا نطلع بسرعة لفوق انا عم فكر اعمل مصعد هناك يعني اعمل زي التلفريك اللي حكيت عنه بالمقطع السابق يقدر يوديني من هناك لفوق رح اشتغل علي بعدين رح احاول اعرف كيف بيعملوه لاني ما عندي قدنا فكرة طيب هذا المكان اللي تحشوفوا كيف مننظم مسلس 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 كله هيك مننظم حوالين بعدين حاطلت مربعات مسلسات يعني يا اما رح اعمل مصعد تلفريك من فوق يوديني لهذاك هون لاني شايف انه هون في مساحة كبيرة ففي شي هون اسود صح ماني عارف شو هاد اللي فوق يمكن فيه الناس مخيمة فوق فما بعرف بالزبط طيب خلينا نطلع اوكي يلا اطلع اوبس هذا يزم نخربه لازم بعدين نعمل له شو اسمه طب هنحط لا 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 طلع 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 كنت هنزله طب هون صار له الدمج شوي يعني خرب فما بعرف كيف بيصلحو كمان يمكن فيه هاي المطرقة اللي كبيرة هي اللي بتصلحو بسير اللي حالين بسرها خلينا طلع 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 بالمرة جاه رح فور نطحت عالمية عشان نختصر الوقت لانه اصلا حغير البيت تبعي يعني ما رح يضل البيت الابدي رح نروح نخيم فوق او رح خلي البيت الابدي تبعي ولكن رح نخيم هون ببيت كتير صغير يعني ما رح خلي البيت كتير كبير فيالا خلينا نشرب مي بس كمان اوكي يلا نكمل كمل كمل وين كنا نحنا كنا هون لا كنا هون بيبلا وين كنا هون طيب لحتى اعمل الكرافتنج لها لازم لي لذر و توين طيب اللذر مت مت معتلكوا بتحطوا الهايد هون تضغطوا ON بيعملكون لذر طيب انا معي توين وهلا بده اللذر طيب يلا صار معي ميت اوو كاما موجود لذر من قبل ما في داعي كان لانزل موجود لذر من قبل كان اوو شيت نزلنا على الفاضي طيب هون معي اللذر ليش مش قبل ياخد او اوكي exhale لازم حطه هون اوكي لازم حطو الاتحاد بعدين نعمل Krafting لهذا طيب نعمل Krafting لهذا بعدين نعمل Krafting لهذا لازمني 15 Iron Bar ال Iron Bar موجود مية هون يعني 100 Iron Bar حول كتير ما في داعين يتعذب يعني اخذنا هاد بعدين نحط ال Iron Bar اللي معنا نحطه هون بعدين نروح نعمل Krafting لهذا القفاز لازمني هاد القفاز طيب أنا عملت له هذا يعني عملت له Krafting ليش مش راضي يوما طبعامه لاستعمل و اناوا صار واحسين لازي نعمل اين فكرة لازم نعمل عن فيكراد اول و او 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 اوه ç مصر ثقم نعمل كرافتينج necesario القفاز تم عمل الكرافتينج للقفاز اللي بدنا ايام خلينا نشوف على الشكل كيف رح يطلع هلأ نلبس القفاز يا سلام طلع شكلنا رائع جدا طيب اذا بتشوفه من الجهة الامامية ضبل شو اسمه خلينا نعدل الرؤية نجي هيك نوقف هيك يا سلام شخصية رائعة صارت بهالتياب طيب حاليا خلينا بس ضبط الرؤية خلينا نحط هايش منظور الشخصية الشخص الاول يعني طيب الشغلة الثانية اللي ما حكيت لكم عنها اني سويت كرافتينج لبعض الاسلحة واللي هي مثل هاد السيف الايرون يعني رح نلبسه فورا هلأ ورح نلبس هاد كمان بدل هاد يعني البيك اكس وبعدين الاكس او الاكس بعدين البيك اكس بالعكس يعني هذا خلينا نزيت لبرة ما له داعي طيب والدروع اللي معي يعني رح حطه او رح حطه بقلب معي صندوق هون يعني اجهز للصندوق حطه بقلب الدروع هاد السندوق فاضي هاد السندوق فاضي طيب حطه الدروع هون هون اكيد هاد فاضي لا دا فيه ثوان طيب خلص خلينا نحط الدروع هون مش مشكلة ولا كان فين نحط هون طيب هون خلص خلص خلينا نحط الدروع هون كله كامله فايزا بنا اياهم نجع بناخدها وراح اشرح لكم هلا عن هدول الشغلتين حسن ما انا فهمت عنهم طيب نحط السندوق اوكي معي لي ماعد في مجال خلص حط اي شي مهم طيب خلي هاد المعنى لانه هلا بنا نعمل خلي بعض الضوض معنا وهذا كمان معنا ما بتعرفوا ممكن نعمل هذا لانة مهتم وين وين راح الطرش اللعنى مبدينا لانة مهتم طرش في هون ماسك صراحة بده اي راغ طب بعدين من عمله طب حاليا شو لازمنا نعمل الطرش بدنا خمسة كول جيب الكل بسرعة خلينا نعمل الطرش الطرش بيطول اكثر من المبديناة طب وين وينه هده 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 لانة مبدأ اخدنا برانش البرانش تركناه نبقى بالصندوق هيزما نخافزن لا كانو هون اخدو خيتو هون طيب ناخذ البرانش ويلا نعمل الكرافتينج للتورش وهنا التورش كان هون خلص نعمله كرافتينج تمام صار معنا الكرافتينج خلي معنا فبقاتوي انتظر الصباح بعدين نمشي لانه بالليل وضع خطر شوي بنسبه لهذا الشي اللي معي راح هشرح لانه عن السريع طيب ازا بتشوفو فيني احمل الغراضين هاد مشان الحبلة مشان اللقط فيها يعني عامل او شغيل يجي يشتغل هون ما بعب صراحة الاشراس ابيض عامل او شغيل يجي يشتغل هون وصير الي طبعا لازم بالاول حطه هون ولازم نصنع شي من السيد وحطه معه وبعدين نضغط اون وبيعملي كرافتنج للعامل اللي لازم حطه وين ما بدي ممكن جيبه مثلا ارشر يعني يكون رامي يعني حطه هون مثلا يدافع لي على الاصر اي احد يجي يهجم عليه يرمي عليه بالقوس طبعه مثلا او مقدر ممكن جيبه مثلا اي اي شي في كتير شخصيات بقل باللعبة ممكن جيبه وهاد طبعا مشان اضربهن فيه وما يموتوا وقدر اخدهن معي طب حاليا نخليون هادول عاجنا ما رح نشتغل اليوم بهذا الشي يعني هاني هاني رجع لش اسمه تبعنا وخلينا روح ندور ع بعض الاسهم لانو ضروري الاسهم يكونوا معنا طب معنا هون اسهم خلينا حط الاسهم هون ناخد الاسهم معنا كمان طيب متل ما شفتوا الليل اجا فخلينا نطلع بعض الاشياء اللي ممكن عاملها نعملها كرافتين كمان هيك عسترية بس حاليا انا ما عرفت كيف ديعمل سباون او ش اسمه الشكل النمري صراحة معني عارف بوين موجود هو اصلا يمكن موجود بقل بماشين لازم افتحها ولا شي والله ما بعرف يمكن خلينا ندور بكل الماشينات هذا شو هدا والله في كتير اشياء بالبلعبة لازم نعملها كرافتين ونكتشف شو هي حتى هدول صراحة ما عندي ايضا فكرة هدول شو بيعابلو مثل هاد كمان مثل هاد ما عندي ايضا فكرة طيب 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 ندور على تبع الرسباون شكله زير النمري انا شفته ببعض المقاطع على اليوتيوب ما انا موجود هون ما انا موجود هون كمان لا صراحة ما عندي ايضا فكرة وين موجود والله هالاسلحة كتير قوية طيب اوو هادول رأس الحيوانات كتير كبار هادول هادول لازم تهاجم وحوشي يعني من النوع الكتير قوية صراحة شخص واحد ما بعتدي قدر يقتلون بفوض اكتر من الشخص طيب نشوف شو فيه هون عنا اسلحة قوية وين الرسباون انا بعتقد صراحة الرسباون كان فوق لسنا ما كان هون انا متأكد انه موجود باي مكان من هون بس ولكن مش هني انا متأكد كمان موجود انه بكون زي هيك جنب الكراسي جنب اي شي طيب خلينا ندور عليه شوي هيك بتمعون هون مع النية طيب 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 كمان مش موجود هون ومعنى يكون هاد والله انا محتار معقول يكون هاد بداخل طيب خلينا نعمل الكرافتنج لهاد بل كي يطلع هاد ما بتعارفوه خلينا نعمل جيب اللذر طبعنه معنى اثنين اللذر وين راح اللذر طبعنه معنى ثلاثنين لذر ما بعتقد كان كافيا لحتى نقدر نقامله 25 والله كان كافيا طيب نحنا عملنا الكرافتنج شوي اوه هذا هو يمكن اي شباب هذا هو هذا هو بذاتو طيب خلينا نحطب منطقة هون ورا اوه معنا مش حاطة ضو هون خليني ضوه شوي هون طيب رحطه به هاي المنطق بالزبط طيب خينيشوف شو هادا الهايدروغ طيب شو هاني هاي فور مور انفرمويشن كالبين صراح ما بعرف هادا شو ابدا ما عندي ادنا فكر شو بيعمل هدا هايدروغ بس هو هادا اللي كان اصدع لي يعني بس ما بعرف ولا يمكن كان في واحد تاني كمان ما عندي فكره انا الاغراض اللي معي كلها فاتح هون يعني فما بعرف اذا في اشياء تاني ممكن واحد يكتسبها يعني هادا هو الهايدروغ ما بعرف اوه جايت لا اوكي نكسر التورش طبعنا للأسف طيب 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 لا 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 كمان لا صراح ما عندي ادنا فكره هادول طبعا رح عامل فين زينة للبيت يعني خليني نعمل فين كرافتنج سبعة وخليني فرجيكم شو ممكن نعمل فين اوكي ما نكسر فما بعرف شو صار طيب نشيل هادا اللي من هون اوه نجيب اوه اوكي هادول كانوا اذا بتشوف هادول ممكن نحطهم كزينة اوهين ممكن نحطهم ممكن نحطهم هون اوهزا ما فين نحطهم تحت اوكي اوكي ممكن نحطهم هون سواني بس هو انا كان نفسي حطهم تحت يعني فيعملوا شكل زيني حلو بعد ايضا نحطهم تحت مش هون طب خليني نروح نشوف تحت شو فيه ما رح نزلها تحت حاليا اولا قلكن يلا خليني نزلها تحت اوه اوه انا سيتجرب الاسلحة هدول كيف بيطلع على الشكل يعني اوكي هادا السلاح حلو حلو تمام طيب هادا كيف بيطلع سوف فتإليك على الناس ثانت حلو دمج تابع سبعة وشرين انا بعتقد انه كان طب ما خلاص ما رح ارجع له هنيك ما في داعب حاليا خلين نزل لتحت وخليني فرجيكم شو كان اصلي تضبط انه طبا حنطبل حنحاول نزد حالة بالمي كطريقة اسرعة خليني ننطر بس شوي الدنيا تصحى لان الشامس قاعدة عم تطلع فيعني خليني ننطر بس شوي والله شكل النار حلو كتير شوفوا الامر عم بيروح طيب يلا ما في داعب للضوام طبعا طيب الامر راح حاليا راح زيت حالي لتحت ان شاء الله ما يموت أوكي ما صارب للشي تمام طيب وين كنا نحنا نطلع من هون معي رأيم سبعة انا راح اتغطى رأيم سبعة عشان اقدر احط الاشياء اللي كنت عمال لون كرفتين نحط مانزول الشخص الاول هاي الأشياء ممكن حطها هيك مثلا ممكن حط واحد هون ممكن سكر فيها القلعة تبعي كلها طيب عشان ما أحد يقرب عساس يعني لحظة ومدي حط هاد هون ممكن حطها هيك أو ممكن مثلا حطها هون حاوط هاي الشئ اسمه فيها حط هون واحدة حط هون واحدة حط هون واحدة أوه ما فين حط هون واحدة طيب أنا كأن خلينشوف بس المنظر متحدة فطلة يعني مش بطال يعني طيب نحط هون هل نعمل كرافتنك بعد؟ أوكي ما في نعمل كرافتنك بعد إنهم عرفتوا شو الفكرة منها هي بس مجرد زيني يعني عشان ما يقدير حدا يدخل أنا طبعا ما عملت نحط بعض الزكاء مني يعني يعرفين كيف لأنه فينا نمرهم من هون هذا مش هدفنا هدفنا حاليا خلينا نروح ونحاول نوصل لهاي المنطقة إذا قدرنا أو لا ما بعرف صراحة في منطقة هون ما بعرف شو في هون بس يلا خلينا نمشي أوكي هلا نحنا كيف عم نمشي هيك خلينا طيب لازم نمشي لورك لازم هيك نمشي هاي الوجهة تبعنا بس قدم شوي خلي سواني أوكي تعدل هاي الوجهة تبعا رح نروح هيك نحن سواني بس خليه يتعدل أمشي شوي أوكي تمام رح نروح بهاي الوجهة رح شوف شو في هون بل كيف يعني فيه وحوش ممكن نكسب منه طيب ما بعرف أنا حاليا جهزت الدرع تبعي هنعبي مي أوو نسيت أخذ أكل معي أوو نسيت أخذ أكل معي يا شباب طيب مش هيك خلي علم يهوش طيب بسيطة بسيطة ما في مشكله اشرب ماء اتمنزور الشخص الاول واسبح طبعا هادل كمان في كون تاخده منهم يعني عشاب باعتقد يعني بلانت فايبر اسمون بصبر لا مش هادلاش فينو عم عشب معين يعني خلينا شوف وين هو كان طحزا فينو اضرب بلج اسموه تحت المي ما فيه ما فيه اشي بس باعتقد فينو يعني هادو الاحجار عادية فينو فينو اسمع عم يعطيني اشياء ما عم يطلع الشاشة ممكن عم يعطيني اسمع عم يطلع الشاشة لا لا ما بعرف طيب خلينا نرو خليني فرشيكم كيف ممكن نشحط واحد او كيف ممكن ناخد واحد ونخليه يشتغل معنو هلا اذا بلاقي الناس هون رحاول اخذ واحد منن اوشي خلينا شوف فاين موقعنا عن الخريطة تمام نحنا خلينا نمشي بهي الوجهة حط السيف معنا نحط الدرع ما بتاعبش بصير طيب خلينا نروح نمشي بهي الوجهة خط ما نزور الشخص الثاني او الثالث احسن نشتب شويته مي طبعا لازمنا مي كان لازم جيب اتنين معين طيب حاس في حدا عم يلحقني صراحة بس ما بعرف مين كهداء النوب الصغير لا نحن لازم هيك الكل لا تنسى لازم اوو لقين كهف يا شباب لقين كهف هون انا ما بعب شوفي داخل القلب الكهف طيب انا رح حط نقطة هون عالخريطة عشان اقدر اعرف تاني مرة ايجي لهون يعني رح حط نقطة ورح حط علامة للكهف ممكن تكون طيب رح حط كيف رح علامة للكهف كيف رح تكون رح حطها زي هيك ما بعرف شوف تاني بس رح حط كهف يعني رح حط هون كهف لا عدم نكتب العربي كهف اووو طب خلينا نكتب كيفي بصر هون تصار هون محلو كيف ونحلا هون ما بعرف هده شو هون معي ميا هوم هون انا الممكن متأت مرة هون حططلى حطلى ه Fachazw طيب خلينا نشوف هون ش في داخل هاد الكيف نشرب شنيئة مية خلينا نهجم بقلب الكيف أنا معي الترش محتاج له الترش لاندلكتوبة اهم صراحة اوووو شýيت انا اول مرة بفوت لهن يا شباب بصراحة ما بعرف شو فيه ابدا داخلهن طيب بالاول خلينا ناخد صورة من خارج المقطع عشان المقطع تابعنا طيب اوكي اوكي تمام هيك ناخد الصورة طيب خلينا ناخد الصورة من هي الجهة كمان يعني نلف من هي الجهة واصور هيك تمام خلاص اخدنا الصورة طيب خلينا نروح حلا ونشوف شو فيه داخل هذ الكيف خلينا نطلع طبعا الدرع تبعنا كتير بهم انا هذي صراحة ما بعرف شو هذي هوا هذي ممكن البرايم ستون صح هو البرايم ستون فيه اشياء كتير فيه ممكن نعملها كرافتينق بهاذ البرايم ستون فما بعرف شو هنه رح نتعلمون مع بعض بالحلقات الجاي و رح شوف حاول على الانترنت يعني شو هنه الاشياء ممكن نعملها بهاذ البرايم ستون هلا حاليا ما رح ونخدم الحرارة Wave برايمستون برايمستون ما بعرف صراح شو الفائدة منه بس راح شوف بعدين خلص خلينا نجمع منه لانه شكله مهم بما انه حطوينه بقلب كهف يعني فاكيد شكله مهم طيب خلينا ناخده دول برايمستون كله طبعا ازا شايفين الفوق راح فرجيكون عندي هون اه لازم راح عندي الحمل قد ما احمل يعني ما عم يزيد يعني بس واحد بالمئة لانه خففتها فحسيت هيك احسن فما في داعي كل شوي يعني شيل اغراض معي ويجيب اغراض معي فلبكي خلص حسيت هيك احسن ان شاء الله ما يكون فيه عناكب هون لاني بعرف انه العناكب بقلبها هي اللعبة ما فيه الواحد ينفد منه كان لازم يجيب معي البو او القوس يعني اللي فيه نار يعني فيني عمله بس خلص ينا لهون بشكله هاي الحلقة راح تكون مغامرة داخل الكهب تمسح 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 الشي مغامرة داخل الكهب نعم نعم مغامرة داخل الكهب اوه مغامرة تمسح كان قوي من وهي جهد تمسح والله المنطقة هون متخوف يا شباب خلينا ناخد الراس سبعة وشي اوه اخدنا الراس اخدنا الراس الحرارة هون عالي خلينا نشرب ماء ثلاث تمسيح اخر جزيدا من أرادنا اخروجنا من المفادئة قبل أن أدجنا مؤمن تحب التركيز هده ومع صحة ومع صحة قبل أن أرادنا إيجاد السفل ومع صحة مرحب صحة كذلك كله مات اعطيت هذا السيرفر احسن من السيرفرات اللي قبل لانه اذا كان قبل مستحيل كنت قدر اقتله وكان فيه ثلاث يعني مستحيل من المستحيل انك تقدر تقتل تمساح بقلب هاي اللعبة خاصة انت معك هذول الدروع المعفنة يعني طيب البرامستون ناخد البرامستون اللي ما بعرف بشو بتفيدنا صراحة بس جمع زي ما بقولوا كل شي بلاش كتر منه ننزل تحت الماء نشوف شوفي هون اول مرة بشوف هاد شو هاد فين ناخده اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لماذا هيك سريع كتير داخل الماء لا أقدر أتحكم طب هاذا شو هدا فيني أخذه هدا لا معلق يمكن اخدته اخدته اوه فيني أخده فيني أخده صحيح انه معلق بس فيني أخده طيب كمان هدا ناخده حاليا صار ماء حرارة درجة الحرارة كتير على داخل الكهف نشرب حاليا ماء كتير اوه جانا تمسح تاني تمسح تاني يا شباب تمسح تاني تمسح تاني اشلا واحد اثنين من ضربتين مات شايفين هادي حلوة السيرفر هون فما في داعي اللي أرجع أطلع وأهرب وأرجع يجي خلاص دغر قتله لبيهاجمك قتله وخلصنا لانه صراع بقلب هاي اللعبة في مشكلة وهي إذا انت طالع تعمل رحلة استكشافية ما بتلاقي إلا هوليك الضبع يعني فورا بيجي بيهجم عليك الضبع وبيجوا عليك بكترة يعني ولسه على الضبع اللي حتى تقتله لازمك تلط ضربات اللي حتى تقتله فهلا يمكن ضرب واحد يموت بما أنه التمساح ضربتين فوض ضرب واحدة فهيك أحسن بعتقد لانه كتير مكترين الوحوشي يلحقوا كبل بهاي اللعبة صحيح أنه الصعوبة خفت بس بعتقد هيك أحسن بكتير جمع هذول قدم فينا صراح ما بعرف هذول شو بعمل فيون مع أني شفت وشفت مهمة جمع جمع برايم برايم ستون إذا بدنا برايم ستون طب خليني وقف من تجميع البرايم ستون إذا بدنا برجع له ما أنا مشكلة أنا حطيت الإشارة حطيت الإشارة هون خلص عرفنا أنه هذا هو وووو في مكان تاني يستكشف معي هون معي هون الكيف أنا حاط للمكان تبع الكيف يعني طيب خليني ناخد هذول بسرعة اشرب ماء اشرب ماء اشرب واي هوت لانه كاتبين مش يعرف كيف بدو يصير يهدى هذا الفيري هوت في دخلي هون صراحة ما أنا يعارف أبدا ولاحظ شربنا ماء كتير. خليني ناخذ ماء الماء مش راضي هدافو الحرارة عفوا طيب خليني نروح هون اشتركوا في القناة 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 على استطاعتني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مين هادي؟ ما فيني اضربه مين هادي؟ والله سيك انه شبح بقلبي اللعبة طب هاي الحلقة يا شباب كانت عبارة عن استكشاف الكهف يعني زي ما شفت يعني كتشفنا هادي الكهف بالصطفة انا صراحة دائما نفسي اطلع بهاي المنطقة اللي فوق فما عم بقدر لانه دائما عم يطلعنا اشياء جديدة حاليا رح ارجع عالبيت تبعي ورح حط الموارد اللي جمعتها علشان ما ضيعها انا ما بعرف شو بسيريزة ضيع خلينا نجرب الدمج تبع الوحوش هون كيف صار حاب واحد حاب الضار هذا واحد هذا اثنين اوكي من ضربتين مات طيب ما بفز هذا الشي يكون حلو يعني ان يقتلهم بسرعة رح حاول عدل على السيرفر اكتر كمان رح حاول خلي يعني ان السيرفر يقتل الوحوش اكتر من خمس ضربات او هيك شي عشان يصير فيه حماس بالموضوع طيب وين كان البيت تبعنا البيت تبعنا صار فوق وين كان البيت تبعنا والله نسيت نطلع على الخريطة تبعنا والبيت تبعنا كان قدام هون هون كان من هجيها ناخد نشرب مي طيب يا شباب رح اروح على البيت وبعدين ارجع لكم اوكي شباب باك زي ما شفتوا هاد البيت تبعنا طلع قدامنا ما طلع هناك ولا شي خلينا نروح هلا نطلع على البيت نحاول نطلع نصعد بالمصعد ونودي الموارد كل اللي جمعناها ونشوف شو منقدر نعمل بالبرايمستون يلا خلينا نطلع نطلع بسرعة شي للسيف عشان اسباح منيح في شي سهم عالق بايدي صراحة مان يعرف شو هدا ماسك سهم بايدي طيب خلاص امسك السيف احسن لك من السهم يلا اسباح 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 لازم اخترع شي هيك درجة طلعني فورا لفوق بدون الحاجة لصعود المصعد صحيح المصعد شغلته حلوة بس حاسة كمان انه بتطول كتير والله هدا طلع منظر هون حلو بس يزرع كتر من هون منه احسن عشان يطلع المنظر احسن اوه المصعد لسه فوق اوه يا ساتر رح ننطر ساعة لحتى ينزل المصعد طيب يلا اطلبوا المصعد يمعلم لحتى ينزل خلينا نشوف مين فيه اوه نسيت طيب خلينا نجي يا شباب عشان نفرجيكم كيف نقدر نستعمل هاد الشي بما انه المصعد مطول لحتى يجي خلينا نروح نصطاد هاد الوغد اللي هون وناخده معنا نتطلعوا معنا لفوق ونحطه ونشوف شو كيف نقدر نستفيد منه طيب انت مينة هدا فايتر اتنين ثلاثة من ثلاثة ضربات مان نضغط بسبعة نضغط كنترول اخدنا معنا تمام يلا تعال نشرب ماء بس شوية ثواني طبعا بنسبح معنا تعال نجرنا معنا او تعالي بالاحرى لانه هاي بنت احسن معنا شايف ولا هاد رجل والله من يعارف خلينا نفحصه هون تعال نفحصك يا معلم ونرهت ونرح لا تلي تركته ونقطع الحبل يا ساتر وين رح والله نقطع الحبل فيه اوه هي هي هون هون تعالي يا حبيبي بين رحت انت تعال اشفوتو اسحبوه يا معلم طيب هدا فايتر مبين عليه يعني محارب تعالي يلا تعالي هاي بنت اوه والله بنت هاي طيب يلا تعالي تعالي بس اركض عمي عمي الحبل منه خلص ساع رح نمشي بشكل بسيط ما رح نركض يلا يلا خلينا نجره ما رح اذا بقدر طلعه على المصعد معي يعني خلينا نشوف اذا بقدر طلعه معي ولا لا طيب يلا خلينا نشفوتها تعالي 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 لا 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 انزل نزل يا اخي مش وقتك انزل الله نزلنا الحبل مننا استغفر الله تعالي 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 ما تطلع ما تسلق طيب غلص تمام يلا 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 جر بس شوية يرمي يعنى تعالي يرمه تعالي يا السناام تعالي شوي لهون شوي بس شوي على المصعد German وحب وحب طيب colaborو خليناه رح شرر نراجع بحانة يجب انتق collaborate والله المنظر حلو عفشيكي شباب لك المنظر من تحت هاهاهاهاها عم طلعها معي من تحت والله هي منظر حلو شايفين عم طلعها من فوق كيف عامل ايدي كمان زي الأساسن والله منظر حلو رح اخذ هيك صورة للقناة طيب سرا خلينا ناخذ منظر هيك للقناة اوكي مش قادر اخذ الصورة لانه اوكي هيك حلو والله حلو كتير طلع نعم معنا انا شوف كيف نستفيد منها هاي بعدين لاني ما عندي قدنا فكرة كيف بيستفيدوا انا صراحة كنت خاف ان المصعد ما بيطلع الناس لفوق انه اذا بقدر اخذ واحد مثلا وما بقدر طلعوا لفوق فهلا قدرت شي كتير حلو هدا يلا اطلع اطلع بتمنى ان اقدر هلا نسحبها معنا او متوع فورا لتحت الله يستر يلا يلا اطلعي 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 اوكي يهر ماين قطع الحبل اذا بتكون اللعبة حقيقية فبينا ان اطلع الحبل صف! والله شكله الحبل راه ينطعب الجدارة لايف زالت الله الله زى ماستيقة والله الدم تبعية راح كله وليه? حاول نطح علي الى تحت خلاص اهدى اذا الحرارة ما هديت رح حاول رح نطح علي بالمي بسرعة ما بعف اذا تركت هاد هون رح جبت مي وجيت اذا بيصير ولا لا خليه بسرعة نحاول نجي لهان تعالي تعالي بسرعة تعالي يارى ما يصير شي الى المي اوكي اوكي اولا بوليش المي عم يتعبوا النظام بايخ جدا بقل بلعب الحرارة اللي يتضفوا قبل ما كان في نظام الحرارة يعني خلاص كان فيك تلعب عادي بس هلا الحرارة عم ترتفع كمان مشكلة طيب هلا تعالي لفي لفي شوي لفي خلينا نشوف شكلك ازي فعلا بنت ولا لا ايش ما فين اركض طيب اوكي بس اركض عم يفك الحبل خلاص هلا تعالي خلاص هلا تعالي اوكي هلا فرجيكم كيف رح نحط بقلب هاي المشيين والله الحرارة رجت عم ترتفع يا شباب انا حموت حموت الحرام ترتفع خليم سرعة اروح رح جيب مي وارجع هلا هلا بعدين منرجع لهون بسرعة رح اروح جيب مي وارجع بأسرع وقت ولا رح موت بعدين هاي مشكلة بقلب اللعبة كمان رح او ننزل المصعد من هلا عشان بعدين يطلعني انزل اخر اروح جيب مي يااد اوة طيب نجيب مي واخيرا نجيب مي خلصني فرجع بصدع بكون المصعد عم ينزل كما شايفين المصعد عم ينزل طيب اوة اذا فينا نروح نجيب واحد تاني كمان اذا كان موجود يعني او ما عمل له الجتب لسه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة